اشتركوا في القناة والخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي ومساعد الأمين العام لجامعات الدول العربية وقد ركزت مناقشات الوزراء على التطورات الحرب في قطاع غزة ونتائجها الكارثية والتعياتها للأمن والاستقرار الإقليمي والأمن والسلم الدولي والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف الحرب وعدم التصعيد وحماية المدنيين وأسبو الإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق كما تدارس الوزراء سبل دعم الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني والدفع بعملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط